بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة ورحمة من الآن وإلى الأبد أمين نحتفل في كنيستنا القبطية الأرزولكسية في هذا الأسبوع بالأحد الخامس في أحد الصوم المقدس أو الصوم الكبير وهذا الأسبوع الذي نسميه أحد المخلع والمقصود به مريض بيت حالة الحزدة والحقيقة أحب روياكم نص المعجزة وهي أحد معجزات السيد المسيح التي صنعها في مدينة أرشاليم في إنجيل معلمنا القديس يحن البشير في الإصحاح الخامس وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أرشاليم وفي أرشاليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة لها خمسة أروقة في هذه كان مضجعاً جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكاً كان ينزل أحياناً في البركة ويحرك الماء فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض أعترى وكان هناك إنسان به مرض منذ سمان وثلاسين سنة هذا رآه يسوع مضجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريد يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالاً برئ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان ذلك اليوم سبت فقال اليهود للذي شفي أنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك أجابهم إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي فسألوا من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضاً لألا يكون لك أشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت فأجابهم يسوع أبي أعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضاً أن الله أبوه معادلاً نفسه بالله والمجد لله دائماً أبدياً أمين ترجمة نانسي قنقر